السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هلو هلو ما أنا جاء يتفرج على جعفر العمده هو قولولي هو شغال بقى له كتير ولا لسه بادئ جعفر طلع أجمدهم يا سلام ليه كده فهو شغاله هو ركز بس معايا في جعفر والنايب الله يبرك له علشان عايزة تابعة أحسن مسلسل صوفر بسم الله مشاء الله ده مش رأيي من حد واحد ده ناس كتير عم بلا تقول بقى لها نص ساعة طب أحلى حاجة في الدنيا احكوا لي بقى إيه اللي حصل الواد الواد اللي جابوهوله الحلقة اللي فتت طلع النصاب دي أنا كنت متأكد منها أصلا من الحلقة الشغال الراجل شاكله النصاب عمل فيه إيه ضربوا في وسط الحرة ولا عمل حاجة أكتر من كده طردوا بعت وراء حد وهي دلوقتي يتستطمه رايحة عشان تتأكد بس من وراء طبعا من وراء جعفر اللي خلص ده كان تاني فضاء الله ينور عليك أحب أنا اللي يديني المعلومة واضحة كنا حبيبي عم يحب وهي دي يا جماعة الطريقة المثلة لمتابعة مسلسل جعفر العمدة إنك من مطرح ما تخش كمله وخلاص هالي الصدق مش لايه عليها الدور خالص ليه كويسة يا مسلسل جعفر ده وحش صح يا دود بالمقارنة مع ايه يا دود على أنهم القياس ينهر سود حينزل اضربها في الحارة حينزلها بالفانيلا في الشرع وينزل فيها ضرب أنا عارف رمضان لأ جريئة جريئة يا سراي حلاوتك يا سيد برينس محدش يسق في سيد في أي سر يا جماعة أرجوك سيد جميل مش حمكر يا جعفر حنين يا جماعة حنين على الستات وفتاك بالرجالة حاجة زي ميسي كده شوف بيعمل ايه في لعيبة هولندا وشوف بيعمل ايه مع أنتونيلا بيعمل ايه مع أنتونيلا شوفته وهو قاعد بيصوره وهي بترقص وبتاخدك الناس تطلع الشيشة يا عم انا بضحك على محمد رمضان بوكشوفوا علي يا جماعة اللايبركليبكم انه بتأكدوا كده اننا لسه بكامل قوية العقلية خمسة ايام جوه المسلسلات بقيت بضحك على محمد رمضان لا حقولة ولا قوت إلا بالله ضع الشغل كله هو المسلسل ده أوفر قوي ليه كده هو فيه ايه مش أوفر يا جماعة بقى يا جماعة بقى يا جماعة بقى ابا بالهد بتخلوش الواحد يقول كلام شديد لا يتناسب مع اللي احنا بنتفرج علينا احنا في الظريف الروش كده اه يا عم احنا عاديين بندحك على محمد رمضان ومتشحتفين على ابنه اللي مش عارف مصيره ومتعطفين مع السرية والكلام ده كله يا اخي يا اخي سيبنا يا اخي لازم تطلع كل شوية ايه التخلف ده ايه اللي بنتفرج علي ايه الافوار بقى بقى هاتلك فوطا فيه فوط كتير هاتلك فوطا وتعالى معنا المستنقع الدول يا ظريفة والله شوية طمية كده عشان بشرتك وتروق يعني طب اوعدك بحاجة تابع جعفر العمدة اربع خمس حلقات وبامانة ما تجيش تكذب علي لما يحصل مشهد مؤثر هتعايت هتلاقي عينك بالدمة وحتيجي تكذب وتقول والله ولا حسيت بقى اي حاجة بينظروا علينا ما يسبونا نستمتع اه بس ايه عميك دود اعمل زي انا فيه شهور ما لمستش الموضوع ده بس ما قعدتش هنظر على الناس يعني ما لمستش وخدت جنبه وخلاص يا اما تنزل وتبالبط هيا بين انه بلبط جعفر جيه جعفر جيه بس 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 جعفر جيه جعفر جيه يا سطر يا راه الله يا جعفر ده انت جامد قوي انا عاوز جواب للدرائب يا جعفر لا ممكن اكستريم يا جعفر لا يا جعفر لا لا يا جعفر حقرف منك تاني وانا كنت اواخد بريك من القرف شوية صغيرة ما اتقرفنيش منك ليه ليه اكستريم يعني منتك منك محمد رمضان ماشي اتدور الضرب في الناس وخلاص جوه المسلسل برا المسلسل مش فارق معاك وصل لمرحلة ضرب الناس بالإعلام بسرعة قوي يعني عادل امام خاد مثلا 35 سنة من المجهود عشان يوصل لمرحلة واضرب الناس بالألم فالجمهور يتحق لا يا رمضان لا 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 اسرع من لازم انت كنت عاوز لك كمان عشر سنين قبل ما توصل لمرحلة ضرب الناس بالألم احمد داخ حلو وبعدين زي ما قلتلكم ده بقى المسلسل جعفر بيعلمه لنا في قيمة محمد رمضان الفنية في انك تقضي شوية وقت مع زينة او منا فضالي او مي كساب او الناس دي كنت اقول الحاجات دي ميول انت حرية النهار ده فيوحشك محمد رمضان والنبي رجعونا محمد رمضان تاني والنبي كمان مشهد لمحمد رمضان يضرب اي حد بالألم يضرب فريد اصف النصر بالألم انا ما عنديش مشكلة انا اشاكك ان دلال هي اللي خطفت بنت سوريا في جعفر العندا اكستريم اوي هذا الموضوع هو عموما الرجل اللي خطف الوضع هيظهر لانه في التترات موجود رأيك في تمثيل محمد رمضان السنة هو هو محمد رمضان بيعمل مسلسل الكبير بتاعه هو من ساعة لما كان الاسطورة وبعد كده حاول يجرب حاجات تانية وبعدين قالك لا ارجع للكومفرت زون في البرنس وبعدين جرب شوية حاجات تانية وبعدين بيرجع للكومفرت زون في جعفر العندا هو النمط بتاعه بكل حاجة المرة دي بس حاول يدمج ما بين بعض العناصر الخاصة بالاسطورة اللي هي ليها دعوة بالستات والكلام ده وما بين العناصر اللي كانت موجودة في البرنس بانه كل كم حلقة ينزل واحد في الحارة ويشطف ديك ابوه ده ربي يعني فهي دي الفورميلا.. كل واحد برجع لكونفرت زون بتاعته في رمضان ده تتوقع دهش هيطلع يا ابن جعفر؟ اتوقع! واتمنى ما يحصلش أتمنى يكون المسلسل شاي الخدعة فى الحتة لي بس المستبعاد فى صح؟ اعتقد أنوا ستحصل فى ايبا افاسهم افاسهم بك طب مش محتاجة فلاشباك والله إحنا بنفهم يا عم إحنا كجمهري يا ربي عليكو فلاشباك عشان نفهم يانهاري سويد حيخش يغتصبه. يا لا ولا يا رمضان مش للدرجات دي. انا بقيت بخاف من رمضان الواحد برضو يعني ما يعرفش ممكن يوصل لايه. ده كده الحلقة دي خلصت اللي حيعمله معاه ايا كان. الحلقة خلصت طيب. قلولي كنتوا بتقولوا لي الصفارة من شوية على انهي القناة. اه دي الحلقة شغالة هي. عايش 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 عايش. هرشة السبعة افضل حاجة. انا خلصت الهرشة. قصدي يعني شفت كل الحلقة بتاع الهرشة السبعة. لا انا مكتهد. عملت شغل وانا جاي المرة دي. انا النهاردة يا جماعة ما عملتش اي حاجة غير ان شفت مسلسلات. شفت كل حلقات الهرشة السبعة. وشفت كل حلقات سره الباتع. وشفت الكبير وفرنز مع بعض. عملتش كل اطلع من مسلسلات خوف المسلسلات. انا عملتش اي حاجة غير انهي شوفت مسلسلات. كل المسلسلات شفتها النهار. جاهزين؟ ركزوا معي عشان هتلاقوا دلوقتي. لا انا بقدب يا جماعة. اكيد ما عملتش كده. بس شفت شوية حلقات من شوية مسلسلات. انا المرة اللي فاتت كنت النقد القاسي شوية. كنت النقد الغاضب القافش. مش عجبه حاجة وبتاع. النهاردة انا ناوي قلعب دورة النقد الحنين. فكله حل. كله جميل. كله اعمال فنانين كبار بيسلونا وبيمتعونا وبيحاولوا يثرونا بالاعمال الجميلة عشان نسلي صيامنا وعلشان نتجمع كاسرة حوالين شاشة التلفزيون بعد الفطار. ونحس بيدفق الحاجات وكلام ده. كلهم كويسين. كلهم حاجات جميلة. لا مش والله استغفر الله العظيم يا رب. كلهم حاجات كويسة. مش النقد برضو يبقى كده. يبقى شوية ناشف وشوية حنين. نتعلم من جعفر العمدة. شوفوا مع الستات عمل ازاي ومع الرجال. انا النهاردة انا كأني مع بسم الله على مقامكم جميعا يعني. ايه رأيك في حلقة الكبير. لا مش حلوة يا جماعة. لا مش حلوة. الحاجة الوحيدة الحلوة فيها المشهد بتاع البورج بس. وهو مشهد قصير بس كان زكي شوية. واتحكتي يعني انبسطت منه غير كده. لا لا الحلقة مش حلوة. انا متفاجئ بالناس اللي بتقول الحلقة دي ان الحلقة دي حلوة. ليه? فيها ايه مختلف عن الحلقات اللي فتت? حلقات اللي فتت كنت توقفشين عليها قوي وانا اللي كنت واقف بدافع. دي بقى فيها ايه مختلفة? انا بصراحة مقيسي ما يؤخسش عليها. صراحة. انا كنت بدحك على محمد رمضان من شوية. انا مصدقيتي اتضربت في مقتل. ما فيهاش ابتزال بس مش بتضحك. الا اغاني الوطنية اللي كانت بتغنيها مربوحة دي ما فيهاش ابتزال. ده انا النهار ده كنت على استعداد اني اشارك في الحملة ضده. ميكي وهو عامل طفل كان بيموت مدحك. يا مرضو بيموت مدحك ده يتوفر شوية يا رجب. بس هي فكرة من حكاية انك فعلا مبعوط ومتوقع ان مربوحة هي اللي هتعمل الفضيحة فوق البرج. وبعدين هو اللي يترعي بالرعبة دي. فدي حلوة. هل الكبير ممكن يتحسن في الحلقات الجاملة حسب وجهة ندرك؟ ممكن اه. يعني مش عايزة اقول ان انا متفائل بس حاطة الامكانية. لاننا الحمد لله خرجنا من نفس النمط اللي كنا فيه شوية بالرحلة بتاعة القاهرة دي. اهو على الاقل حيتخلق من خلالها شوية مواقف جديدة. والمواقف اللي احنا شفناه النهار ده في القاهرة فيها حاجات كويسة. طبعا اللي حصل في محاطة مصر ده ما دخلش دماغي خالص. البرج كان جامد. بصراحة مبسطت بيه قوي. المركبة نص نص. فهات. ابتدينا ناخد نفسنا شوية. ابتدينا نتحرك يعني. ودي حاجات تابعه لبس مش يعني متطلع ولكن لستو متفائلا. بس. على فكرة انا لسه منزب على الروتين بتاعي وبنزل اتنشى كل يوم. انا 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 بصراحة 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 انا انا بصкольку الكبير يهلك من الدحكة يا رئيس. من اجمل ما أنك. انا مبسوط وعاوز ابست كل المسلسلات معي.شوفت الكتيبة 100 واحد. البرد من المسلسلات الواحد مع كاملة احترامية. مين هو مين يا جماعة بيتفرج على الكتيبة 100 واحد. الا البلد كلها يعني غير البلد كلها. مين تاني بيتفرج على. انا قصدي مين تاني مين اضافي يعني. بيتفرج على الكتيبة 100 واحد. كلنا طبعا بنتفرج بس اهيه اللي بيحصل بقى? الكتيبة 100 وحد يعتبر وثائخي اكتر منه مسلسل. يعني بس حلو. بس حلو او. الرايس مهدي شاف الهرشة السبعة وعجب. ومؤمن عمل زي الرجل اللي كان جنبي في ونقعد ساكت بقى طول الستريب. وفجأة روح مسرسع على طول. دود في رأيك احسن تيتر لحد دلوقتي ايه تيتر الصفارة جاملة? اجمل تيتر لغاية دلوقتي اهرشة السبعة. وصلنا لبريك. يا دود الحلقة في نصافتك مشاهد حلو. يا سيدي المشاهد كتير. طب متخيل ان انا بعد ما اخلص ده. حبقى شفتك كل اللي عاوز اشوفهو النهاردة. فيه ابداع اجمل من كده. اصلا ما تقوليش يعني ان الناس بتوقع تتفرج على كل الحلقات بتاعت كل المسلسلات. تعالوا بقى ايه نكون كويسين مع بعدينا يعني. تعال 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 عمر دياب النهاردة جاب لي سيتجر وانا قاعد تعال 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 تعال. يا بصراح ما كنتش قادر اروح له برده. انا عشق العمر دياب وشاقتي في مدينتي فاخد بالك. طب جرب وقولي تعال كده واشوف اللي هيجرالك يعني. مش انت اكرم ياني وفرحان بنفسك قوي? والله ما علينا يعني. كنت بكلمكم على موضوع التقطيع بتاع الستريمات. فحعمل حلقات طويلة قوي. ده الجديد اللي احنا هنعمله. لان احنا كنا قبل كده بنقول ان احنا هنطلع من الستريم لو حصول كل حاجة. طيما عملنا كل اللي فيه حيطلع معها ده اللي انتوا عارفينه بقى. يعني اه ولنا حاجة مش ظريف انها تفضل منها يعني موضوع الهداية دوت مش عايز كل الناس بتتفرج على تلاقي حاجات من دي كتير. قعدنا فترة ساكتين. قعدنا فترة الدنيا ده ما هتقيل. خلاص كلام دوت نبقى نشيل. لكن غير كده هنحط كل حاجات. مش ده يبقى احسن. حتى ده يعني ان انا في الستريمات هيخد راحتي. لان خلاص اللي انا مش عاوزه كل الستريمات هتبقى شائكة من انا وراعك فانت لو مش موجود في الستريم هتشوف كل حاجة ان شاء الله في القاعد لو موجود في الستريم هتستمتع بعدد من الفضائح الصفراء مفيش حد في الدنيا هيشوفها غيرك مش ده يبقى أحلى؟ مش ده يبقى أطعم؟ ولا ايه؟ فأي حد بقى كان بيخش يستظرف يرمي معرفش ايه متصور ان انا علشان الستريم يقعد مش هرد عليه لاااااااااااااااا انا كحسين فاهمي هرد على كل الناس بعد دي يا انا كحسين فاهمي حمسح بيك الارض حاجة الوحيدة اللي هتقعد لو رجعنا نلعب فيفا والواتش بارتيز بعد المتشط عشان دي طبيعي انها تفضل قاعدة مش هقعد عمي المناح حلقك بس بك يا رجال انا عندي تذكر المتش الاهلي والهلال اه يانا يوم واحد ابريل بس مشكلة في نفس الانيوم خطبتي انت اتفجئت؟ فالعايز يخطب يكلم لي الحروسة شفت حلقة رمز مع الفروع دي طيب الفروع رمز بجد يا جمان شو رأيك في مسلسل رشيد مستغرب أنا متابع لمسلسل رشيد ولسه قرر أن أنا حستمر في مشاهدته على الأحداث شداني بس أسلوب السرد غريب شويتين يعني أنت قررت أنك تمشي الأحداث على خطين زمنيين علما بأن أنت اللي شخصيا قايل من التايتل أنك بتتكلم على معالجة للكومت دومونت كريزب فبناء علي إحنا عارفين اللي حيحصل وإنت من أول لحظة في أول حلقة قايل كمان اللي حيحصل مش مكتفي باللي موجود في العنوان بتاع المسلسل ومع ذلك أنت زقيته لأنه ما حصلش تقريباً غير في الحلقة الخامسة وبعدين تيجي تبص على اللي حصل في التفاصيل تلاقيه مخلص تماماً للي أنت متوقعه طيب أنت زقيته للحلقة الخامسة ليه يعني أنت من الأول أولاً المعالجة بتاعتك معالجة مش مباشرة وياما ناس عملوها من غير ما يقولوا أنها معالجة الكونتو مونت كريستو يعني هو جدلاً مسلسل البرينس ممكن يتقال أنه هو معالجة الكونتو مونت كريستو لو حابب يعني فليه عملت كده وليه ما مشيتش بخط زمني عادي ما أنت لو كنت مشيت بخط زمني عادي على أقل كنت حتفاجئ معاك يحصل الحادثة داية أتزهل عملية الجريمة اللي حصلت اللي اتهم اللي اتهم فيها رشيد داية وبتاعت أبتدي أسخن معاك وأعمل بتاع فعلا أنا اللي كنت متوقعه في أسلوب السرد دوت أنك شايل مفاجأة وطبعا المفاجأة داية لسه وردة أنا بقيت مترقبها أكتر بس انت فوتت شوية فرص ليها بأن أمير تقريباً طلع زي ما أنت كنت قيل أو زي ما احنا كنا متوقعين بالدليل القاطع خلاص ما عادش ينفع يطلع بريق انت هيئنا يا طب ليه زائتها للحلقة الخمسة إيه واجه المفاجأة اللي أنا عادت منتظرها دا كل مين فاجأة بأداية كويس السنة دي يا دود خالد كمال رشيد مش فاجئني لأن أنا عارف كويس أنه هو ممسل كويس بس إعجابي به زائد في هذا المسلسل يعني أنت لو تسألني عموماً إيه أفضل المسلسل تكسيدياً أنا هحقق الرشيد مع علامة استفهام على التكسيد معين كده بس الحمد لله أنا ما بيظهرش كتير أعلم كله والله نعم كنت بتقوله إيه فهم قولي إستان ممكن ما بتتفرج على الصفر يا جماعة هاجبت جداً أنا سمعت الناس بتقول أنها مش مبسوطة بالكاركتر دا أنتوا إي رأيكم أنا عجبني جداً لا التون بتاعت الصوت اللي هو عملها دات متتقلتش أنت لو حاولت تتقلت دا مش تعرف على فكرة اللي بانا بالشعر بالبتاع اللي تحت دقنه بالتون اللي بيكلم بيها بال لا لا كاركتر عمل كاركتر إن اللزين اي لاف طاهة تسوق يا جماعة أنا مش قادر أنا في المشهد كله بصص عليه مش عارفة بص على حاجة تانية بصراحة شفت طاهة في المطريد ما كانش واخد راحته طاهة تسوق خليه فتاحمد حلمي صح يا دوقي راجل لا محتاج أفكر لك فيها دي مش عارف طاهة أجمد من أمين طاهة واخد مساحته من اللي بيوفره له أمين مش مطلوب أبدا إن احنا نقارن ما بينهم طب بالصفارة ليه الكرف بتاعه نزل بعد التصفيرة التانية لأ أنت ممكن يكون الحدوت اللي هو بيقدمها مش عجبك بس أنا شايف أنها حلوة وفيها ترياء على الوسط بتاع الأغنية الشعبية وكيفية صعود الناس دول الشهرة وشكلهم الكاركاتوري اللي ممكن نحطه قدامنا وندحك عليه وكلام زي ده أنا شايف أن ده شيء كويس بس عموما الصفارة فيه نمط حلو جدا أنا كنت بشكر فيه برضو في الكبير وهو أن الحدوت اللي هو قدامك لو مش عجبك فاطمئن أنها هتخلص اهم خلاص يعني المسلسل مش خدمه نحنة وحيفضل ماشي فيه أنت موجود هنا مش مبسوط ده اللي أنت تتفرج عليه ده حلقتين ثلاثة وحيخلص وحتبتدي حاجة فراش فده شيء يحمسك ويقاليك مبسوط المفروض يعني الصيام المتقطع أخباره إيه شغال الحمد لله ما كفرناش يعني المهم أنت مبسوط معنا أنا مبسوط على الرغم من أن أنا معاكم بصراحة يا طوح بيب بسم الله على مقامكم يعني وده ده درجة انبساطة غريبة أنا وصلت لدرجة المشفرق معايا بحذر بحذر الجوزي مش بيحب محمد رمضان بسم الله ما شاء الله صح برافع ليه أنت بتلومي يعني إحنا كلنا وقفين معايا قلبا وقلبا يا دود أنا تعرفت على خطيبي وحبينا بعض بسبب كرهنا لمحمد رمضان عشان تقول عشان بيقولوا إن الرجل ما بيساهمش في أي حاجة حلوة في حياتنا أوه أوه على الأقل شهر رمضان فرصة مناسبة لنا كلنا إننا نكره محمد رمضان سويا اللي ستريم النهاردة في تعليقات غريبة حبتين لا والله غريبة غريبة للشيطان أنت بس لتلاقيك ما بتاخدش بالك هم وهم نفس الناس عايزة بقولك على الرغم منهم لأ سوء الكانتو ما تبعتوش والخبط فيه منه ما حمسنيش إن أنا أشوف على عكس الهرشة السابعين الهرشة السابعين لغاية إنبارح ما كنتش شفت منه ولا حلقة بس اللي كنت بخبط فيه كان موطير للإهتمام شوية فعشان كده النهاردة تفرجت على الحلقات كلها لكن سوء الكانتو خبطت فيه ما عوزنيش خالص الهرشة بيحكي عن إيه الهرشة بيحكي عن عن الجواز بيحكي في إطار اجتماعي عن أسرة والأصدقاء اللي حواليها والعلاقات اللي هم فيها سواء علاقات صداقة أو علاقات جواز بالمراحل والمطبات اللي بتمر بالحياة الزوجية بشكل طبيعي في حياة تقريبا الناس العادية جدا يعني مع شوية مابينج أو شوية شد على القلب الزمني اللي احنا عايشينه بالفعل فهو بيشير للسنوات وشهور حقيقية يعني يبتدي مثلا بحاجة في 2016 حاجة في 2017 حاجة في 2018 حاجة في 2019 وحاجة في 2019 دي هات مهمة جدا زي ما عرفنا في الحلقة بتاعت النهاردة فيحاول يماثل الأحداث مع الحاجات اللي حصلت وده بيقرب الأحداث اللي بتحصل أو الحدوط اللي هو بيحكيها من الشكل الواقعي أكتر وأكتر شوية وده زكي وظريف جدا ومن خلاله بنشوف التقلبات بقى بتاعة الحياة الأسرية والعلاقات الزوجية والأمور دي كلها كل شيء مكرر إلا الدود ما يتكرر وأنا كمان مكرر يا رايس ليه يا عمي؟ ما أنا يا بقالي عشر سنين بهاتي في خارة عادي اهو أنا قلت إمتى قلت حاجة جديدة؟ ما هو ما هو ما نفسك تلميدي يا الراجل دود أنا مش مصري ومش فهم معنى الهرشة السبعة اللي عرفوا أن الهرشة معناها الحكة آه بس هي في حاجة عندنا اسمها هرشة السنة السبعة معتقدش أنها عندنا يا تهيل إنها حاجة أجنبية اللي هي السنة السبعة من الجواز بيحصل فيها جنان أو حاجة زي كده مش حدعي إن أنا عارف بالزبط بس يتهيأ لي إن التعبير جاي من الحطة دي الهرشة السبعة مسلسل حلو إقاعه مظبوط صورته جميلة كريم الشنوي أصلا من أول مرة شفنا بيعمل أي حاجة من ساعة مسلسل قبيل كنا شكرنا جدا في التكوين بتاع الكادرات بتاعته وحرصه الدائم على إن الصورة تحاول تقول حاجة وده شيء جميل جدا عنده أداء الممثلين بتوعه كويس قوي وفي بعضهم في بعض المشاهد بيقدم حاجات رائعة وفي كتير منهم في مشاهد كتير بيقدموا حاجات ألشة أو مأفورة أو مش مناسبة أو فيها تحديات إمكانياتهم ما تقدرش عليها زي تصدير نظرة ألأ في لحظة طمأنينة نظرة إحباط في مشهد المفروض إن هو يشعر بالرضى أعتقد أن دي تحديات مش دايما كل الممثلين بينجحوا فيها من غير ما نقول مين بالزبط عامل إيه بقى بعد كده ننتقل للنقطة بتاعة المواقف وزي ما بقول أنا بشكر في المسلسل لأنه عمل لك خط زمني صالح مش مجرد إن إحنا كل شوية نط الموقف وخلاص يعني في حدوتة في أحاسيس عند الشخصيات وفي مشاعر عند الشخصيات ينفع تتتبعها وينفع تمشي وراها وتلاقي لها حدوتة على بعضها بتحاول إنها تسلي المشاهد وتشعروا بالتواصل مع حياة الناس اللي هو بيتفرج عليها ولكن لو جينا نبص على المقطة اللي بنوصل فيها للمواقف المواقف بتاعتنا بالنسبة لي أنا تتقسم لتلات تقسيمات مواقف مبتقرة قصيرة من أحلى ما يمكن أخص بالذكر فيها مشهد زي المشروع بتاع جوزها بتاع أعتقد أن اسمه آدم اللي هو محمد شهين لما اتدمر ولما حصل فيه اللي حصل ده المشهد بتاعها هي في الكوافير لما نامت مشهد مبتقرة من أجمل ما يمكن مش شفتوش ما فيه اللي في حاجات تانية الحاجات القصيرة دي جميلة جدا والحاجات الطويلة اللي فيها مناقشات وحوارات لحاجات ما شفناهش بتتناقش في الدراما قبل كده زي طبعا المشهد اللي قلب الدنيا وناس كتير تكلمت عنه فترة طويلة بتاع علي آسم لما كان بيقترح على أسماء جلال لما كان بيقترح عليها أنه ما يعيشوا مع بعض من غير جواز لهو إحنا قاعدين بنتفرج في إيه يا جدعان هو الكلام ده بيتقال في التلفزيون ينفع يعني وحيتعاملوا معاه إزاي وبتاعها فهم اتعاملوا معاه بذكاء كبير جدا وطرح حاجة غريبة ما إحناش متعودين عليها ونتج عنها أحوار إحنا كنانا نفرج على ماتش كورة أنا دلوقتي في منطقة ما عرفش إيه اللي ممكن يطلع منه منش فاهم إحنا رايحين فين بس الكاتيجري ده والكاتيجري ده الحقيقة المشاهد بتاعتهم مش كتيرة باقي الكاتيجري مشاهد نمطية جدا وطريقة التعامل معها شبه إلى حد كبير الإعلانات اللي هي تعبتي من الولاد مش عارفة تاخدي وقت لنفسك مش لحقة حتى تستحمي تتصرف إزاي لو حماتك جات وكبست على نفسك في البيت حبيبك ما بيغيرش عليك تحس إنها مشاهد إعلانات درجة العمق فيها على مستوى المشهد أو الموقف اللي احنا بنتابعه ما هوش عالي قوي وطبعا بيبقى إننا عملين نتنطط فمش كل موقف بتقدر تعيش معه بالقدر الكافي والمواقف اللي جاية زي ما تكون جاية من مادة إعلانية ديت بيحاول إنهم يرفعوا من شأنها ببعض الأفوارة في المشاعر وفي ردود الأفعال بإن حد يزعل أكتر من لازم من حاجة وانت بتتفرج آية معي حاجة تزعل بس مش للدرجات يعني حد يمهار من موقف ماشي يعني أنت ليك حق يعني بس هو ليه الموضوع الكبير قوي بالنسبة لك كده مشهد أمينة خليل لما شكت في إن حد من ولادها تاهم منها إحنا كلنا إحنا لما كنا بن ربي ولادنا شكينا في لحظة أو جينا ندور عليهم حوالينا ملقنا همش وتزعرنا وقلبنا وقع في رجلنا بس ما حاليش كده حاسس إن أمينة خليل لسه متأثرة شوية بشخصياتها في زيزي لأن هي في الشخصيات تاعة زيزي على قد ما أنا فاهم من شفتش زيزي كله بس شفت منه حاجات كان عندها الـ ADHD والتفاعل والردود الأفعال المبالغ فيها والـ hyper activity والأمور دي كلها حاسس إن هي جايبة جزء من ده جوا المسلسل ده شوية بس over all إحنا دلوقتي بنفلي قوي في حاجة لما نيجي نتكلم عنها كتصنيف عام أو رائع عام لأ هي حلوة ومحترمة وكويسة عندها شوية عيوب عندها شوية مشاكل بس حاجة صلحة جدا للمشاهدة وتستحق الاحترام بكل تأكيد الهارشة السبع comedy في مشاهد comedy حلوة مشهد الحموم بتاع الببيهات كان حلو مشهد البومب ده كان حلو في حاجات كده يعني إيه تخفيفية بعد المبالغات الدرامية في بعض المواقف يعني وفي شوية مواقف موزونة درامية وممكن تكون حادة وفي بعض المواقف حادة بقدر معقول من الإدعاء في رأيي الشخصية مش شايف إن الموضوع يستحق ده قوي وفي مشاهد تانية خفيفة كده علشان تزق معك قال النقطة المهمة التتر الأفضل في رمضان السنة دي في رأيي أنا الهارشة السبعة الأغنية ممكن تكون مش مش أكتر حاجة أنا حبيبها بس اللوحات وطريقة الانيميشن اللي موجودة حلوة جدا شيء بيعبر عن جو المسلسل مرسوم حلو قوي متحرك حلو قوي شيك جدا يقعه أهدى من اللازم بس بالمقارنة مع كل التترات التانية أنا أعتقد أنه هو أحسن مذاكرات زوج ما خبطتش فيه خالص بصوا 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 هو الموضوع إيه إن دلوقتي بالنمط بتاع المشاهدة بتاع الستريمين بلاتفورمز والكلام ده لغاية الحلقة الخامسة والستسة اللي هو النهاردة وبكرة ونقول السبعة كمان اللي هو بعده ممكن أمسك مسلسل ما شفتش منه ولا حلقة واضرابه باك توباك على طول ويا حبزة لو كانت الحلقة نصف ساعة بس ونيجي نتكلم فيه بعد كده حيبقى صعبة خلاص فأنا يعني أربق بسيادتكم إن لو فيه مسلسل جديد أنا ما شفتش منه حاجة واحدة وعاوزين نتكلم فيه تقولولي عليه دلوقتي عشان أشوفه ما بين النهاردة وبكرة ونتكلم فيه في الستريم اللي جاي بعد كده حيبقى صعب خلاص ولكن هذا الرمضان فيه ميزة وهو إن من يوم 15 هتبتدي مسلسلات جديدة فحنعيد هذه الكرة وإذن يصبح النمط بتاعنا اتكلمنا في أول رمضان اتكلمنا فوتنا يوم اتكلمنا فوتنا يوم اتكلمنا فوتنا يوم اتكلمنا دول كلهم ممكن نتكلم في مسلسلات جديدة يعني في المسلسلات بتشوفها لأول مرة بعد كده السبع تيام اللي فاضلين في النص الأول حيبقوا متابعة للمسلسلات اللي اتكلمنا عنها بالفعل وبعدين من أول يوم 15 نعيد الكرة مرة أخرى حلو النمط؟ حلو النمط يا با حلو الكلام لو فيه مسلسل كمان أنا ما شفتش منه ولا حلقة وحابين إن احنا نتكلم فيه الستريم اللي بعد اللي جاي ما هو هذا المسلسل؟ سره البتعة أنا شفته أنا جاهز نتكلم في سره البتعة النهاردة أنا شايف إنها ما بين مذكرات زوج وعملة ندرة وكامل العدد أوكي؟ طب هو فيه نقطة ممكن تحسم الموضوع ده أنهي مسلسل صاحب أكثر زمن حلقة حاضر حعمل بول حعمل البول يا جماعة قلنا إيه بقى؟ رسالة الإمام كامل العدد عملة ندرة حكتب الزند وخلاص لأنه هو دوت اللي أنا فاكره بصراحة واو ده فيه فيه منافسة ما بين عملة ندرة ورسالة الإمام مع إني يا جماعة سمعت إن كامل العدد زمنه قصير وإن الحلقة قصيرة والحلقة يعني زمانها ما هواش طويل وحابب يعني خلوا بالكو برضو ما هو أصل أنا لما أجي أتكلم في مسلسل لو إنتوا شايفينه يبقى أحلى برضو إنتوا عندكم بتاع ست سبع حلقات ولا ثمان حلقات عاوزين تتابعونا بيهم فمحتاجين تكونوا شايفينهم أنا مبحاولش أقصر على البول ولا حاجة؟ ما أقصر في البول إيه؟ انتوا أصلا بتمشوا عكس ما أنا بقول اه يا جماعة محدش يكسب كامل العدد كامل العدد ده بتاع إيه؟ بتاعدينا الشربيني؟ حيه هي مشروبي ترددتها برا المسلسلات هي لفت ورجعت لنا من المنور؟ حدش يا جماعة يفوت كامل العدد كامل العدد إيه؟ هو مكروباص؟ احنا بن.. هنعمل له ريفيو عملة ندرة كسب؟ لا مش كسب تفوق فيه فرق كبير يا لهوي البول مشتعل فعلاً يجري عنده لا لا يعني من شوية رسالة الإمام تصدر وبعدين كامل العدد أن عملة ندرة رجع تاني في ساعتها قالوا نعمل كده لغاية لما نحسم البول لا اشتارك 보세요 أم أسرحarus لا لا معلشiels لا خط عامة أقولك الي 22 وكامل العدد uru 32 وكامل العدد 15 دي معلومة مفتاحية جدا 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 عشان نبقى فهمين رسالة الامام خمستاشر الامام خمستاشر والله طب ممكن تليز يا جماعة نتأكد هو حاليا رسالة الامام هو المتصدر والمتفوق والاقصر والخمستاشر حالة نلم الورق اوه هو لو مش خمستاشر انا حكتفي بخمستاشر خلاص يا جماعة اتفقنا شكرا تم حسما الاختيار ده ظلم ظلم بص بسطني الحاجة الوحيدة اللي تبقى غلط في الظلم لما بقى انا مش مبسوط بيه لكن طالما انا مبسوط بيه يبقى خلاص استنوا عشان حنعمل مرسم تعديل اليوم اهو كل سنة هم طيبية ستة رمضان تعادل في اخر ساعة بس معلش رسالة الامام كان مسجل اهداف برا ارضه اكتر فهو اللي اكتزم كسب بقاعدة اللي ماهدي عاوزه رسالة الامام حيبقى ممل نطلع نقول انه ممل ايه المشكلة؟ ماهو ساعتها مش هتسلم منهم هم مين؟ انتو بتخوفوني منهم؟ ده انا ممكن اعمل كده مخصوص عشان اجيبهم رسالة الامام عليه لجان وحورات رسالة الامام حتبقى اثارة جدل ومواضيع شائكة انا بقول بس بس هو حلو لا مش فاهم رسالة الجدل يعني الجدل دوت ممكن يكون على التفاصيل بتاعت الاحداث دي ما تخصنيش في حاجة انا انا بالنسبالي بتتفرج على العمل درامي رأي فيه تاك 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 وخلاص ده يجيب قفش برضو؟ في ناس بتعضعت في النقاط دلوقتي؟ بيقفشوا في النقاط ولا يا؟ هو ليه الناس مش هزاكشوا في رسالة الامام الجدل على اخطاقه اخطاقه العلمية انا مش حارفة ميزها اصلاً الجدل عشان اللغة العربية المجمع اللغوي عامل لجانه بيقفش في الناس؟ ده العضا عددت عملت للنقاط عدم المؤخزة ما فيش حد بيعض زي النقاط عدم المؤخزة تاريخية ولا غوية؟ اه مش حارفة قفش هتلاقي عندي يعني سره الباتع عنده لجان سره الباتع راخر ولا ما عندوش؟ الفرنسوية لابسين قديدس اه دي يا جماعة عملية تفلية زيادة يعني ما لو قعدنا نبرق لكل مسلسل في كل كدر راح نطلع عن مشكلية بس هي حلقة انا مش ضدق يعني مش بقول يا جماعة ما تعيبوش على هذا الموضوع لا عيبوا وعملوا كل حاجة بس دي ما تؤديش لانهيار مسلسل في حاجات تانية تؤدي لانهيار مسلسل هو سره البتع 15 ولا 30 يا اخوانا عشان لو 30 مش هكملوا ولو 15 غالباً برضو مش هكملوا بس يعني ايه؟ هحاول تقريباً 30 ارجوكم ارجوكم بلا شهاب عشان الناس بتندفع وتقول 30 وبعدين بيطلع بخمستاشر اكيد 30 اكيد عاوز جملة على بعضها اكيد 30 يا دود 30 اكيد اه لا لا انا مش هكمل بسرح انا لن استمر في هذا الموضوع لا المسلسل في حاجات كتير فصيلة اه ماش عارف بقى انتو بتحبوه متحمسين له وبتاع ولكن انا تجربة المشاهدة بتاعتو علي انا ما كانتش سهلة انا بس قلت اوصل لحلقة النهاردة عشان اطلع الستريم بتاع النهاردة وكنت فخور بنفسي قوي ان انا خلصتها وللعلم حلقة النهاردة كويسة بالمقارنة مع الحلقات التانية كاستنج بشكل عام حلو عجبني اختيارات عدد كبير من الممثلين وعدد كبير من الشخصيات اللي ممكن يكونوا كانوا مختفين بقى لهم فترة احمد عبدالعزيز مفيد عشور في القصة القديمة اسموهم ايه في الستات فيه برضو بعض الاختيارات هلأ صدق عموما انك عادت اكتشافها في هذا الموسم الرمضاني شيء بسيطني وعجبني احمد السعداني في الدور احمد السعداني برضو ما اعتبرش من الممثلين المستهلكين الكاستنج بتاع احمد فهمي في الدور دوت وهو اختيار مش معتاد غالبا في موقع زي دوت بنروح للاختيارات المعتادة المضمونة فده شيء كويس شامل جخ رغم انه هو القاءه فريد راخر جميل بس طبعا وهو بيمثل اكتر من اللازم الموضوع فالت منه جدا بس اختيارات خالد يوسف في الكاستنج تستحق الاحترام بسرحة وفي ناس منهم متفوقين جدا منهم احمد عبدالعزيز احمد عبدالعزيز عمل شخصية مستفزة جدا وبالنسبة لذكرياتنا احنا عن احمد عبدالعزيز هو عمره ما كان كده بالنسبة لنا يمكن مؤخرا المسلسلات التانية اللي مش افتقاش ظهر شوية بالدور الشرير ده بس ده الشرير ولازج ومتسلق ومستفز وكل حاجة في الدنيا وعجبني بصراحة اللي هو عمره المسلسل في حاجات كتير مش حلوة مش موفقة خالص في ركاكة كتير قوي في عدد كبير من المشاهد طريقة التكسيد بتاعة الحملة الفرنسية بالممثلين اللي فيها على جميع الاصعيدة اختيارات غريبة جدا واللي يجننك ان هو لما بيروح للمشاهد بتاعة فرنسا ولما بيروح للمشاهد بتاعة البزار اللي مسكامة يصارة دوت بيجيبوا فيه اجانب بجد يعني انت كان عندك اجانب طب نتحطهم في العساكر بتاعة الحملة الفرنسية حاجة غريبة جدا يعني لو اقولك الميزانية ما جابتش اللي دول ماشي بس انت فيه مشاهد تانية بتطلع فيها اجانب فعلا عموما يعني ما بين خطين الاحداث الزمنيين بتوع سروا الباتع الخط الزمني القديم احسن شوية لان الممثلين اللي فيه اكثر تنوعا ولان احمد السعداني عنده حضور جيد جدا واحمد السعداني من الممثلين القلائل في المسلسل بشكل عام اللي تحطوا في بعض المشاهد اللي بتفرد على الممثل بعض الخطب الركيكة او تعالوا نقول الضعيفة ومع ذلك هو رفع من شأنها ومخليها تعدي فيه ممثلين تانيين كتير في المسلسل مش قادرين يعني مش قادرين يرفعوا المشهد اللي هم موجودين فيه وطبعا اول واحد نهار تحت وطأة التحديات الجسدية اللي كان بيقدمها كان هشام الجخ في المشهد التاريخي الشهير بتاعه القصة المعصرة لأ لأ خبوطة مش حلوة شخصياتها كرتونية احمد فاهمي وريم مصطفى تحس ان هم حاجة جاية من عارف انت مغامرات المغامرون الخامسة والحاجات دي رغم ان دي الشخصيات اللي ليها تاريخ يعني شخصيات احمد فاهمي دا تتقدمت وهي طفل وعارفين الهوس بتاعه كبر ازاي وبعدين بنتفرج دلوقتي على أبعاد تبروبرومانسية احنا مش قادرين نتبلعها ايه اللي دفعها في الاتجاه دا قوي ومع ذلك وانت بتتفرج حاسس انها شخصيات غير مكتملة حاسس انها شخصيات كرتونية على العكس تماما اللي هما الشخصيات بتاعت الممثلين كبار السن في خط الاحداث القديمة مفيد عشور احمد عبدالعزيز خالد الصاوي الناس داية مشاهدهم قليلة كمان ما هياش كتير ومع ذلك انت حاسس بفول دبت حاسسهم ثري دي قدامك حاسسهم بكل ابعادهم مش عارف وزاي ما بنقول كده فيه مشاهد كتير فيه شوات حاجات ركيكة وانت بتتفرج يعني ايه ايه العساكر بتاعت الحملة الفرنسية اللي راحوا يستفزوا ناس فبيعملولهم في الارض فندور الضرب فيهم وبعدين ايه اللي بيقتل عساكر فرنسوين عكسوا يعني خلصوا على العساكر بتاعت الحملة الفرنسية كلها ووقفين مسنودين على البندقية وبيعكسوا بنت بتاعت المعصر الجوسس مرمية وراهم وهم لو انت مش قصد من ان الكلام دوت انه هو يكون كوميدي فأنا شايف ان المشهد قلش منك تماما ولو انت قصد انه هو يكون كوميدي انا مش فاهم ليه انا مش قادر قبلع الداعي طب ليه ليه عملنا كده هي الحملة الفرنسية تتكلم مصري ليه ما عشان كده بقولك ان احنا نيجي على المسلسل ده ونمسك في الجزمة القديدس واللغة الموضوع ابعد من كده بكتير وهو عموما انا في حاجة بتصعب علي في المسلسلات دي كلها ان على فكرة الشباب عاملين شغل حلو الناس اللي تحت الرادار عاملين شغل مميز جدا في تفاصيل كتير جدا التصوير المنتاج في احيان كتير وفي بعض الاحيان بيقلش طبعا الاضاءة في بعض الاحيان بتقلش برضو بس في احيان كتير متميزة الملابس اللي هم عاملينها الدكورات اللي هم بنيينها التصميم الداخلي في ناس عاملة مجهود واضح ومن الواضح ان هم عندهم امكانيات يعملوا حاجات كويسة ليه الحاجات دي في الاخر لما بتيجي تحت ايد او بتيجي على الصنية بقى اللي بتقدمها صنية النجم النجم المخرج النجم المؤلف النجم الممثل بتحس فعلا بوجود اهمال هنا بقى بيبتدي يباني الاهمال لان انا اعمل لك ملابس واكتهد فيها واعمل لك دكورات واكتهد فيها وانت تروح تجيب اي حد معادي في الشارع وتعملوا عساكر حملة يعني بقى بيصحبوا علي الشباب وفي الاخر احنا لما بنيجي ننتقد محدش في الدنيا حيروح يقولك الممثل الفلاني مش قادر فانا مش هشتغل معاه تاني وانا المخرج الفلاني فشل فانا مش هشتغل معاه تاني بيروحوا على الغلابة دول يعني بيقولك الفلاني الفلاني مدير التصوير هو اللي بوز وفلاني الفلاني المنتير هو اللي بوز فلاني الفلاني بتاع المؤثرات هو اللي بوز يلا عملي شغلة كويس او الشباب يعني مش قصدي او حشحاجة في سره الباطع على الخط المعاصر لا برضو في اهمال كبير في الخط القديم وان كان هو الافضل طبعا بكل تأكيد انا موافق معك وعموما على الجانب الاخر في افكار كويسة موجودة في المسلسل وان كنت حاسس اني قريها الله اعلم طبعا ايه اللي حيحصل بالضبط بس فكرة الكنز هو الشخصية المصرية الحقيقية وطريقة المعالجة بتاعة الكفاح المصري امام الحملة الفرنسية والرمز بتاع شخصية السلطان حامد اللي بيتم تعمامها على البطولات المصرية بشكل عام والامور اللي من هذا القبيل حلو حلو مصريف وجميل التأكيد على ان في خط معاصر لده وان كان الخط المعاصر ده مقرب من بعض المراحل التاريخية المعاصرة الحديثة حاسس انها هتطير الجدل برضو في الايام اللي جاية وانا مش عايز ابقى جزء من الجدل ده خالص شئ زكي وشئ حلو لكن طريقة تقديمهم تفتقر للزكاة اللي كنا نتمناها طب ايه اللي مش شدك في سوق اللي كانت بالزمة بالزمة يا راجل في حاجة اسمها كده في حاجة اسمها ايه اللي مش شدك اللي مش شدتني مش موجود لذلك ما تشدتش في حاجة اسمها ليه مفيش حاجة شدتك في المسلسل لاني حسس النمطي جدا بس ايه اكتر مسلسل متحمس تكمله رشيد الهرشة السبعة الصفار ايه اخبار الاكل معاك يا دود والله كويس دي من الاسباب اللي كنت بقول لكم عشانها انا مبسوط انا ملتزم باللي احنا قلناه انا بكلش حلويات خالص ما بشربش حاجات فيها سكر بعد الفطار وبنزل اخد بودكاست ظريف كده السماعة دي جميلة جدا جماعة السماعة دي طلعت فيها البلاتوش بلاتوش بيوصل على الموبايل وجميل بقى يفصلك عن الدنيا وانت بتتمشى في الشارع يقوم يهفك تاكسي يا سلام وترتاح من الدنيا كلها جميل والله مشيت تقريبا بتاع 35 دقيقة ولا حاجة عملت 6000 خطوة وعرفت اوصل لعنصر حاسم في موضوع التمشية ده وتحسس ان هو مفيد قوي لان انا كنت بقول لكم انا كنت بازهق من المشي لاني بامشي في نفس الشوارع والعملية بقت مميلة شوية انا دلوقتي ماشي فين دي بالنسبة لي بقت totally irrelevant خلاص ملهاش اي لازمة انا مش نازل اتمشى انا نازل اسمع بودكاست وانا بتمشى فلما خدعت نفسي هذه الاخضوعة فالموضوع كان سهل يعني فنجحت الحمد لله بس انت خسيت لا لسه بس حسس باني اخف عموما فكرة التقل اللي كانت بتجيلي من العادات الاكلوية اللي مش حلوة في رمضان الحمد لله ما بعانيش منها السنين وده شي انا مبسوط ايه الفرق ما بين المسلسلات الرمضانية القديمة اللي من جيلك ودلوقتي درجة الاعتناء زمان كانت اعلى بكتير مستوى الممثلين زمان كان اعلى بكتير والمخرجين والمؤلفين كذلك وكتير من الافكار اللي بالنسبة لنا النهاردة مهروسة لما تقدمت زمان ما كانتش مهروسة كانت هي الاصل بتاعت الافكار دي كلها فكنا بنحبها وكنا مرتبطين بيها ايه رأيك في الكاميرا الخفية زمان وبرامج المقالب دلوقتي حاجة شبه المصارع الحرة كده ايه لما كنت عبيد كنت بحبها وبعدين لما عقلت ففهمت بقى ان الموضوع كله تمثيل في تمثيل فما باقيتش بحب اتفرج عليك افضل مسلسل مصري شفته في حياتك بص هو في موضوع شوء افضل واكتر والحاجات دايما كل مرة بتسئل الاجابة ممكن تكون مختلفة بس تهالي انا بقى لي فترة سابت على الشهد والدموع فخليني استمر على هذا النهج مفيش عائل صغير فارقع فيك صاروخ قبل كده لا يا دول انا كنت بفرقع صواريخ في ناس وبومب في ناس بس مشهد البومب في الهرشة السابعة اصلا كان ذكريات بالنسبالي كنت بعمل كده في الناس بس ما كانتش بتيجي في ناس بالغلط انا كنت ببقى نفسي نفسي اوصل يا دود لدرجة التزامك في تزبيت خلفية الساعة مع التشرتات والله يبقى لي فترة نفسي نفسي حد يلاحظ ازل مراتي بتتهمني بالتفاهة درستاشر لأفلام التمانينات وحازع لإداء احمد زكي مافاز ده ترتيبات حلقة التمانينات ده ترتيبات معقدة جدا وحتعرف ليه بس بنرتب الدنيا نورتونا جميعا باي باي ترجمة نانسي قنقر